اعرف ان اقفوا ادماء اجملها وانا بحبها جدا وستها جميلة انا في يوم من الايام تعملت معا في انتاج وقلت له معايا فيلم معايا مستسر حلو قلت اشوفه شفيته قلت له ممكن يتعمل فيلم قلت له اعملوا لك فيلم فدفعت لي عربون وكان في اشدد احتياجي للمادة دفعت لي العربون ده وبعدين الموضوع فشل فقالت لي رطفي خلص انا مش عايز العربون قلت له وانا ما كنتش حد اقولك بس الحمد لله انها جات منك ما جاتش مني نجوة فؤاد انسانة جميلة جدا واللي يعرف نجوة فؤاد يحس بالقلب الابيض نجوة فؤاد لا تدخن نجوة فؤاد كده كده انتشر شائعات خلال الايام اللي فاتت عن او فيديو هي طلعت فيه كانت بتسأل حضرتك لي طلقتني نجوة فؤاد ده دعابة دعابة رطيفة جدا من الاستاذة نجوة فؤاد نجوة فؤاد دي قيمة وقامة وبقول له انتي لو انا كان ممكن اجوزك فبتقول لي لي طلعتني نجوة فؤاد امر انسانة انسانة جميلة انا كنت معها في بيروت من شهر تقريبا بتكرر منها في ماراقن بتاع الزمن الجميل وقيمة مع بعض فالطيارة ما سبتنيش ويه تابانا وانا تابان ما سبتنيش دي نجوة فؤاد